الأنبياء طبعا في العهد القديم إحنا المقول الله تكلم أو كما ذكرت الآية في رسالة بطرس كتبه أناس الله القديسون مصوقين من الروح القدس طبعا لما بنيجي لعبرانيين 11 بيتكلم عن سحابة الشهود بيتكلم عن أبطال الإيمان ولكن كتير من هؤلاء الأنبياء أو رجال الله اللي الله تعامل معهم وتواصل من خلالهم ما همش يعني مش ناس كاملين فكيف تفسر هذا لأنه دايما يعني بيسألونا يعني هذا لا الكامل فقط هو يسوع المسيح فكيف ممكن يعني نخلي الأمر متوازن بين الأنبياء وبين الرسالة من خلال يسوع المسيح نعم الكتاب لا ينادي بعثمة الأنبياء فالأنبياء هم بشر نعم والكتاب بيحلنته بوضوح حتى عندما يتكلم عن أعظم الأنبياء يعني إلي مثلاً نبي فوق العادة يكفي أنه أصعده حياً في مركبة لكن لما يجي يتكلم عنه الكتاب في رسالة يعقوب يقول لي مش كان إلي نبياً نارياً كان إلياً لأ كان إلياً إنساناً تحت الألام مثلنا هذا النبي لأ ورغم أنه صعد بالعاصفة لكن برضو طلب الموت لنفسه يعني بعد شوي لما تحدد بالضبط قبلها طلب الموت لنفسه وخاف من إذابل يعني وصل إلى مرحلة من الخوف والرعب اللي فيها أصغر مؤمن مننا يقول له فين إيمانك صح كيف لا إيمان لك فكل الأنبياء موثى أخطأ عندما وصف الشعب بالمرضة وعندما درب الثخرة بعد ما رب قال له كلمها هارون أخطأ كل الأنبياء أخطأوا داود سليمان أخطأ سليمان لكن عندما كانوا يكتبون هذا الكتاب مثوقين من الروح القدس كان الروح القدس بيوجه الكلمات ويختارها بعناية نحن لا نؤمن بوحيا إملائيا الوحي الإملائي فيه أن الله بيلغي الشخص ويتعمله كألا كتبة والحقيقة دا لا حصل في العهد القديم ولا في العهد الجديد وعلشان كده لما تقرأ كتابات بولث تلقاها مختلفة عن كتابات بوتروث التعبيرات اللي بيستخدمها يوحنى خاصة بيوحنى أكثر من كلمنا عن النور أكثر من كلمنا عن المحبة أكثر من كلمنا عن الحياة الأبدية فكل إناء من آنية الوحي له شخصياته له تعبيراته لكن هل معنى أنه الإناء دا غير معصوم من الخطأ أن اللي كاتبوا فيه خطأ لا هنا بقى في حالة خاصة من سيادة الروح القدس على إناء الوحي بحيث لما يكتب يكون هو دا بالضبط اللي الله عايز يوثله لنا وهل ممكن الله يوثل لنا حاجة غلط فلما حد يقول لك أن الكتاب دا فيه أخطاء تاريخية أخطاء جغرافية أقول لك حسب كتب أناس الله القدسون مثوقين من الروح القدس فالكاتب الأصلي هو الروح القدس الروح القدس إقنوم إلهي معصوم من الخطأ النبي غير معصوم من الخطأ لكن الروح القدس المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب معصوم من الخطأ وطبعا الآية واضحة يعني بيتكلم عن حتمية الكلام وحتمية الوحي عندما يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء ما فيش مضرور يعني الله هو الله يتكلم يعني من ناحية أخرى نستطيع أن نقول أن الأنبياء كانوا أداة نعم في يد الله نعم